موسيقى في مجالنا اليوم خطة ترامب للسلام صفقة أم صفعة الحثيون يتقدمون باتجاه مأرب وإدلب مأساة إنسانية تتفاقم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم محمد عمر والبداية بالعناوي رغم الرفض الفلسطيني إدارة ترامب تعلن تفاصيل خطتها للسلام في الشرق الأوسط وترحيب إسرائيلي بها الحثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس للتحالف الشمالية اليمن وغريفث يدعو أطراف النزاع اليمني لخفض العنف والالتزام بالسلام قوات نظام السوري بإسناد جوي روسي تحصر معرة النعمان في إدلب ونزوح نحو أربعين ألف مدني خلال أربع وعشرين ساعة نستهل المجال بملف صفقة القرن في تقديم أشبه بعرض تجاري قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح خطته للسلام في الشرق الأوسط ترامب أكد أن القدس غير المقسمة ستكون عاصمة لإسرائيل مضيفا أن خطته تقدم بشكل واقع حلا للدولتين وأشار ترامب إلى أن خطته تتكون من ثمانين صفحة وأن إسرائيل تتقدم خطوة نحو السلام فيها فيما يستحق الفلسطينيون حياة أفضل خطة ترامب هي حلقة في سلسلة طويلة من مبادرات ومفاوضات ترامب لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين أمن العمدوني معها التفاصيل نعم محمد شهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ حرب 67 أي قبل أكثر من 40 عاما شهد ترحى خطة سلام ومفاوضات عدة آخرها خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بصفقة القرن خطة أمريكية تعود بالأذهان إلى مسارات التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية وخطة السلام التي ترحت والمآلات التي انتهت إليها فبعضها كلل بالنجاح بما في ذلك المفاوضات بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل والأردن فيما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الجوهري بين الفلسطينيين والإسرائيليين ترحت عدة خطة سلام بعد حرب سبعة وستين لكن لم يحدث شيء إلا بعد حرب أكتوبر عام ثلاثة وسبعين حيث أبرم اتفاق سلام بكام ديفيد على مقربة من واشنطن عام تسعة وسبعين وأطلق عليه يطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ومثل هذا الاتفاق أول اعتراف من بلد عربي بإسرائيل بصفتها دولة لها الحق في الوجود ووصفت هذه المحادثات بالأنجح في عملية السلام برمتها وفي عام 91 عقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأدى إلى إبرام معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل عام 94 أما بالنسبة إلى المصار الفلسطيني فقد تويج سريعا بمحادثات سرية تحت رعاية النرويج انتهت بإبرام اتفاقية أوسلو عام 93 ونصت هذه الاتفاقية على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وغزة وإنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات وفي عام 2000 فشل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في التواصل إلى اتفاق السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك يهود براكة ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لتندلع بعض شهور قليلة الانتفاضة الثانية وبعد عامين قدمت السعودية مبادرة السلام العربية ودعت هذه المبادرة إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود 67 وعودة اللاجئين مع انسحاب إسرائيل من هضبة الجولانة وكان ذلك مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها ومنذ عام 2007 شهدت القضية الفلسطينية مبادرات واقتراحات ومفاوضات عدة لكنها بأت جميعها بالفشل بسبب تبعد الرؤى بين الطرفين والانحياز الأمريكي إلى المواقف الإسرائيلية محطات كثيرة مرت بها عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية لم تقدم سوى المزيد من الوقت للجنب الإسرائيلي لهضم الحقوق الفلسطينية على رأسها ملفات القدس والأرض واللاجئين للحديث أكثر حول هذا الملف نرحب بضيفنا من غزة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور تيسير محيسن أهلا ومرحبا بك دكتور تيسير دكتور 80 صفحة حملت ما سماها ترامب بخطة السلام فكيف يراها الفلسطينيون؟ عزيزي يراها الفلسطينيون أنها انتكاسة كبيرة لموقف المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية التي ما فتأت أن أوغلت في حقوق الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة وهي تروج أكاذيب على المجتمع الدولي بأنها ترعى ما يسمى بعملية تسوية قائمة على حل دولتين لكننا نراها اليوم عبر رئيس الإدارة الأمريكية أنها تهشم حتى ما أجمع عليه المجتمع الدولي من حل الإسراء العربي الإسرائيلي في سياق حل دولتين دولة فلسطينية قائمة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشركية ودولة للاحتلال الإسرائيلي اليوم يختلق الرئيس الأمريكي شكلا جديدا وفق الرؤية الإسرائيلية فيما يطلق عليها اليوم بصفقة العصر وهي صفقة العار في الحقيقة وليست صفقة تنصف الشعب الفلسطيني أو حلا ينصف الشعب الفلسطيني بل هي الرؤية الإسرائيلية بذاتها لتهشيم مستقبل الشعب الفلسطيني وبناء على ذلك ما هي السيناريوهات الرد الفلسطيني رسميا وشعبيا الحقيقة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته أمام مفترق طريق وهذا يتحتم عليه أو يجب أن يدفعه باتجاه واحد أولا يجب أن يتماسك الشعب الفلسطيني وأقصد بأن يتماسك بأن يتنازل الكل السياسي الفلسطيني من التزاماته أو من رؤاه السياسية ناحية أن تكون هناك رؤية وطنية جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني لكي يستطيع أن يتخذ قرارا استراتيجيا كيف يمكن أن يواجه هذه الخطة ويضع العراقيل أمام تنفيذها أو يحبطها على المدى البعيد بالاشتراك مع كل من يساند الشعب الفلسطيني في حقوقه أو في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة نحن أمام مفترك طريق صحيح الشعب الفلسطيني عليه أن يقول كلمته من خلال الحراك الميداني القيادة الفلسطينية القيادة الحزبية الفصائلية عليها أن تتخذ خطوات تسجل لها تاريخيا ولا تسجل عليها بأنها في لحظة فارقة من تاريخ الشعب الفلسطيني تراجعت أو انهزمت أو تقاعصت من أن تتخذ مثل هذا الموقف التاريخي الذي يتركب عليه أن تتنازل عن مصاريتها بين هني وعباس هل سنشهد تغليب للمصلحة الفلسطينية على حساب الانقسامات الداخلية؟ أأمل ذلك بكل الأحوال هذا الاتصال وهذا التواصل في هذا الظرف العصيب هو مقدمة إيجابية لكنه لا يكفي حقيقة مجرد الاتصال والتواصل يجب أن يتم اللقاء اللقاء بين قوى الشعب الفلسطيني لكي يتم وضع نقاط على الحروف في مسيرة المواجهة لأن مسيرة المواجهة لا تتطلب يوم أو يومين الخطة التي يعلن عنها رئيس الإدارة الأمريكية تعطي زمنا كبيرا للإسرائيلي بأن يوغل في حقوق الشعب الفلسطيني وأن يقدم على تنفيذ بنود هذه الخطة المجرمة التي تهشم كل مستقبل الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت يفسح المجال للشعب الفلسطيني بأن أعطاه أربع سنوات لكي يتخذ قراره إما مع وإما سيتحمل مسؤولياته تجاه ذلك كما قال ترامب في خطته وهذا حقيقة يضفي بظلاله على ضرورة نعم تفضل تابع وأقصد أن ذلك يضفي بظلاله على ضرورة أن يتنازل الكل الفصائل الفلسطيني ناحية أن يكون هناك لقاء سريع وأعتقد أن السيد اسماعيل هنية دعا إلى لقاء في القاهرة لكل مكونات الحزبية والسياسية للشعب الفلسطيني الكورة الآن في ملعب رئاسة السلطة في رمالله الرئيس عباس عليها أن يقول كلمة فصل بهذا الاتجاه ساحة المواجهة الحقيقية للتصدي لصفقة القرن هي الضفة الغربية والقدس هذه المنطقة التي أوغلت فيها خطة ترامب وفصلت بلودها بما يتوافق مع الواقع الذي خلقته دولة الإسرائيل على مدى عشرين سنة ماضية عن ترحيب من دول وعواصم عربية بل ودعم لهذه الخطة واليوم خلال المؤتمر لإعلان خطته للسلام شكر كل من الإمارات والبحرين وعمان على الدعم وشكرهم على وجود سفرائهم في الحفل لإطلاق هذه الخطة كيف تعلق على ذلك هذا شيء مخجل حقيقة وهذا شيء مؤسف هذا يتناقض مع كل المحددات التي توافقت عليها أو توافقت عليها القيادة العربية عندما أنتجت بما يسمى بالمبادرة العربية التي ترفض التطبيع والتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي بعد أن يكون هناك دولة كاملة السيادة الشعب الفلسطيني في حدود الرابع من حزيران أيضا هذا مخجل لأن القيادة الفلسطينية وجهت نداء وطلبا ورجاء لكل العرب وكل ممثلي الدول العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وكل أصدقاء الشعب الفلسطيني أن لا يتجاوبوا مع هذه الخطة ولا يتجاوبوا مع دعوة الرئيس الأمريكي عندما أعلن عن هذه الخطة أما وأن بعض الدول حضرت فهي تلطم الشعب الفلسطيني إلى جانب الإدارة الأمريكية على وجهه وتسقط في يديه وتمكن هذا الاحتلال الإسرائيلي من أن يوغل في دماء الفلسطينيين أمر معيب وأعتقد أن التاريخ لن يرحم كل من حضر وصفق لهذا المجرم دونالد ترامب عندما أعلن عن إنهاء أو عن خطته في إنهاء مستقبل الشعب الفلسطيني وتمكين وترسيخ دولة الاحتلال الإسرائيلي لكي تعيش بطريقة كما وصفها آمنة وسليمة وذات مستقبل استراتيجي في المنطقة يمكنها من أن تكون سيدة الموقف في القرار في الإقليم العربي أو في الشرق الأوسط برمته من غزة الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور تيسير محيسن شكرا جزيلا لك قالت جماعة الحوث اليمنية إنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي في محافظة صعدة المعقل الرئيس للجماعة الشمالية البلاد من جانبه جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث دعوته أطراف النزاع إلى خفض العنف وتجديد التزامهم بالتوصل إلى حل سلمي لإنهاء الحرب أيام معدودات فصلت بين إشادة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث بتراجع التصعيد خلال الشهرين الأخيرين واشتعال المعارك في جبهات ظلت نارها خامدة منذ توقيع اتفاق السويد أواخر 2018 الحوثيون نفذوا هجمات مكثفة ومواغتة خلال الأيام الماضية على مواقع تمركز قوات الشرعية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء التي ظلت قوات الشرعية مرابطة فيها لأكثر من أربعة أعوام وحدات الجيش الوطني التي وجدت نفسها مكشوفة أمام القصف المدفعي والصاروخي المكثف من قبل الحوثيين فأصبحت غير قادرة على البقاء في مواقعها أعلنت انسحابات وصفتها بالتكتيكية توجه محافظة مأرب وقريبا من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف تشهد عدة جبهات قتالا ضاريا بين الحوثيين والقوات الحكومية كمديرية المتون ومنطقة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف وسدبا ووادي هراب سقط فيها قائد ميداني للقوات الحكومية تقدم متسارع لقوات الحوثي جاء بعد أن أمنت على تحركاتها في صنعاء ومحيطها من الضربات الجوية المباغتة لطيران تحالف دعم شرعية فكانت أرتالها العسكرية تتجول في مواقع المعارك تحت نظر طائرات التحالف التي كانت تحلق في الوقت ذاته تلك الطائرات نفذت ضربات محدودة خلال المعارك قالت مصادر عسكرية إنها استهدفت مخازن أسلحة الجيش الوطني عقب عمليات الانسحاب وذلك بطلب من قيادة القوات الحكومية كي لا تقع بيد الحوثيين لاحقا الحوثيون تمكنوا أيضا من عزل المنطقة العسكرية السابعة عبر تعطيل شبكة الاتصالات والإنترنت ثم اختراق شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بقوات الشرعية هناك حسب ما تحدثت مصادر عسكرية ميدانية للحديث أكثر حول هذا المضون رحبوا بضيفنا من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخديدة دكتور فيصل الفذيفي أهلا ومرحبا بك دكتور فيصل دكتور كيف تقرأ عودة الأمور إلى المربع الأول في أكثر من جبهة في اليمن وعودة المعارك إلى التصعد صد الله مساكل الجمهور الكريم بالنسبة للمواقهات الحاصلة في اليمن المتقطعة بعد قمود المقال القبهات ثلاث سنوات أولا نجد بأن المتحكم في تحريك القبهات لم تعد الشرعية والدولة اليمنية ولم تعد دول التحالف المتدخلة لدعمها وإنما الحوثيون هم الذين يبتدئون ويبادرون هذا من جهة ومن جهة ثانية اليوم الحرب في اليمن بعد أربع سنوات لم تعد حربا واحدة وإنما أصبحت حروبا متعددة بأطراف متعددة لأهداف مختلفة ولهذا ينبغي أن تفصل كل حرب على حدة مع أهدافها حتى نفهم مثل هذا فلنبدأ من جبهة نهم لا تخضع لتفسير مباشر نعم نعم ماذا في نهم بدأت التحرك بدأ من الحوثيين لديهم هدف هدفين الهدف الأول وهو تأمين صنعة من الخطر من خطر اقتراب الجيش الوطني إليها هذا واحد والشيء الثاني تحسين شروط التفاوض في المستقبل إذا ما استطاعت أن تتعمق في مأرب وربما أيضا هناك هدف بعيد وهو إمكانية إسقاط مارة باعتبارها محافظة قريبة من صنعة وهي مليئة بالثروات هذا هو الهدف الخاص بالحوثين لكن بالنسبة للسعودين والإمارات لديهم أهداف خاصة وهي حرب إيرانية سعودية بالوكالة في اليمن واليمن يقدمون أنفسهم كقرابين في حرب لا نقتلهم فيها ولا جمل الحرب الحقيقية التي تخص اليمنين هي حرب الجيش الوطني الذي ينتصر في معاركها على الأرض باعتباره هو القوى البرية الموجودة باعتبار أن دول التحالف ليس لها جنودا على الأرض حتى يحسب لهم أي امتياز في هذا التقدم طيب دكتور بعد هدوء النسبي سادة في الأيام الماضية عودت الحوثيين للتركيز على العاصمة صنعة كيف تقرأه كما قلت لك أنا أقرأ بأن الحوثيون يسعون إلى فرض أو مساومة في التفاوض هم يدركون مدى ضعف السعودية التي بدأت تحاولهم سرا وعلنا لكي تعطيهم امتيازات مالية وعلاقة خاصة حتى يؤمن حدودها لأنها عاجزت بجيشها الكبير وبسلاحها الكثير أن تؤمن حدودها التي تتلقاه في صعدة لذلك السعودية اليوم من خلال تصريحات آخر مسؤول في الشؤون الخارجية السعودية عادل قبير يقول بصريحة العبارة بأن الحوثيون طرف سياسي ولا يمكن تجاهلهم وبالتالي لا بد من التعاطي معهم يعني لم يعودوا مقوس ولم يعودوا إيرانيين ولم يعودوا عندهم رغبة على ما سهم من الخريطة يعني تغيرت الخريطة بعد أن عاجزت السعودية عن تحقيق أهدافها الخاصة وبالتالي ظلت مستمرة في تحقيق أهدافها ضد اليمنيين وبالنسبة للجيش اليمني هو متعثر في صنعاء ومتعثر في الجنوب بعدم تطبيق اتفاق الرياض لماذا لا يتم تطبيق هذا الاتفاق ما الذي يمنع ذلك أود التأكيد على أن الجيش اليمني لا يمتلك قراره العسكري وبالتالي هو مربوط بالشرعية والشرعية سلمت القرار السياسي والعسكري لدول التحالف فجيش مكبل من خلال الدعم تصور بأن الجنود في المجبهات لهم ثمانية أشهر أو سنة بدون راتب هؤلاء يعتبروا جنود عظماء لديهم هدف وهو الدفاع عن الوطن ومع ذلك تخذلهم السلطة الشرعية وتخذلهم دول التحالف أنت لا تجد إلا أن تحترم مثل هذا الجندي الذي بدون راتب مستعدا يقاتل منك الوطن وبالتالي أيضا لا يمتلك القرار ومن يحرك القبهة تقولنا هي اليوم المبادئة الحوثية ورد الفعل الدول التحالف التي تسعى لتحقيق أهداف أخرى بعيدا عن أهداف اليمنين التصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن البعض قرأ فيها عدم القدرة على تغيير أي شيء على الأرض هل ما زال هناك أي طريق لطاولة مفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن دكتور الأمم المتحدة والدول الكبرى تسعى إلى خفض التصعيد وهذا معلن من خلال التصريحات وكذلك أيضا إلى جمع الأطراف اليمنية في تسوية مختلفة تتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار وتتجاوز الأهداف التي كانت معلنة في بداية الحرب وتتجاوز حتى المرقعية الثلاث وتتجاوز القرار الأممي وفق الفصل السابع ثلاثة عشر ستعشر أي أن المعادلة الحرب وطولها صارت تميل لصالح الحوثين الذين أصبحوا يفرضون شروطهم وعلى الأطراف الآخر الذي فشل في تحقيق أي تقدمات عليه أن يقبل وليس أمامه خير آخر لكن الشعب اليمني خلال هذه الفترة ما زال متفرجا ولم يصبح طرفا حقييا في هذه الحرب وله رأيون مختلف في المستقبل الأيام القادمة ماذا تحمل بالنسبة لليمنيين أعتقد بين الأيام القادمة والسنوات القادمة دعني أقولها بكل وضوح بأن الأطراف المتدخلة في اليمن تسعى إلى إنهاك اليمنيين واستدامت حالة لا حرب ولا سلم ولا حسم وهذا هو ما هو حاصل من توقيف الجبهات خلال ثلاث سنوات يعني هذه دول أتت عشرات الدول وتمتلك قوة كبيرة جدا لم تقدم للجيش اليمني دعما حقيقيا بل كانت تضربه تحت حقة الإرهاب وبالتالي لا سمحت للجيش اليمني أن يحسن ولا قدمت لهم للدعم الذي يستوقع بالحسم والحالة ستطول على هذا لا سلم لا حرب وإضعاف اليمن ووضع اليد عليه بشروطها الخاصة من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيف شكرا جزيلا لك أعلن منسق الاستجابة المدنية في الشمال السوري أن 39 ألف شخص نازحوا من محافظة إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باتجاه الحدود التركية وتركزت حوادث النزوح الأخيرة من مدن أريحة وسراقب وجبل الزاوية بسبب قصف النظام وحلفائه وبذلك ارتفع عدد النازحين من إدلب إلى 541 ألف نازح منذ نوفمبر الماضي عشرات آلاف المدنيين خلال أسبوع واحد فقط تركوا بيوتهم وهربوا إلى العراء جراء قصف النظام وحليفه الروسي على ريف إدلب شمال غرب سوريا الأمم المتحدة أكدت على لسان الناطق باسم أمينها العام ستيفان دوجريك أن الأطفال والنساء يشكلون أكثر من 80% من هؤلاء الهاربين صوب مناطق أكثر أمنا على الحدود السورية التركية أبلغنا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ أبريل الماضي قتل أكثر من 1500 مدني بينهم 430 طفلا و290 امرأة جراء التصعيد العسكرية نحث جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنسانية الأرقام التي تحدثت عنها الأمم المتحدة لا تشكل سوى رأس جبل الجليد إذ كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة من القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي شنه النظام وروسيا على مناطق خفض التصعيد بريف إدلب كفيلة بفرار أكثر من نصف مليون مدني ورغم توصل تركيا وروسيا وإيران عام 2017 إلى اتفاق خفض التصعيد بإدلب لا يزال النظام السوري ماضيا في اجتياح مناطق جديدة ولو على أنقاض منازلها إذ قالت مصادر ميدانية إن النظام بسط سيطرته على أكثر من 20 بلدة في ريف إدلب واقتربت قواته بشكل كبير من الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق الذي يمر بريف إدلب فيما باتت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية التي خلت من سكانها تحت حصار تلك القوات للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غازي عنتاب الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي أهلا ومرحبا بك سيد عبد الوهاب أريد أن أسأل لماذا التركيز كل هذا التركيز من النظامي وحلفائه على إدلب والذي يؤثر بشكل أو بآخر على الاتفاقات الموقعة ما بين موسكو وأنقرة يعني من الواضح أن روسيا وإيران لم تعودا مكترثتين للاتفاقيات التي حصلت في إدلب في الأصل هذه الاتفاقيات مع تركيا كانت تهدف بشكل رئيسي إلى الحصول على مكاسب سياسية الحصول على إعادة استقرار النظام السوري مع الحفاظ طبعا على مصالح تركيا والمعارضة السورية طبعا هذا من طرف تركيا لكن كل ذلك لم يحصل المكاسب العسكرية والمكاسب السياسية لم تحققها روسيا وإيران في عام 2019 وفي عام 2018 هذا دفعها في الحقيقة إلى العودة إلى خيار الحسم العسكري إلى أقصى الدرجات أي بمعنى دفع تركيا للتنازل أو إلى أقصى تنازل حيال مصير المنطقة وحيال الملفات الاستراتيجية في سوريا هناك نقطة أيضا أخرى قد لا يكون التنازل المطالب من تركيا يتعلق فقط بمصير الملف السوري إنما قد يتعده أكثر من ذلك ويصل ربما إلى ملفات أخرى إقليمية على سبيل المثال في ليبيا نعلم أن وقف إطلاق النار الذي حصل أو انهيار وقف إطلاق النار الذي حصل في إدلب تزامن أيضا مع انهيار لوقف إطلاق النار أو للهدنة التي حصلت في ليبيا والتي جاءت في الأصل موقعة بعد الاتفاق أو التفاهم الذي حصل بين الرئيسين برأيك أستاذ عبدالوهاب النظام يريد السيطرة على مدينة إدلب أم يريد السيطرة على الطرق التجارية وعلى الأتسراد السريع المحيط بهذه المدينة حاليا الحسم العسكري أو اعتماد الحسم العسكري دائما يندرج ضمن مراحل الخطة الحالية أو الأولية للنظام السوري ولروسيا هي السيطرة على المنطقة العازلة أي تأمين الطرق الدولية وتأمين العمق الجيوسياسي والعمق الجغرافي لقاعدة حميميم والمناطق الانتشار العسكري من غازي عن تاب البحث في مركز جسور للدراسات عبدالوهاب عاصي شكرا جزيلا لك المجال يستمر معكم ولكن بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد في الصين إلى مائة وستة أشخاص وقد سجلت أول حالة وفاة في العاصمة بيجين بينما أحصت السلطات أكثر من أربعة ألاف إصابة في السياق حذر باحثون من عدم القدرة على احتواء انتشار الفيروس بسبب قدرته على الانتقال بين البشر وقال الباحثون أن المرض ينتقل من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه على المصاب مما يصعب عملية احتوائه يطارد فيروس كورونا الجديد سكان مدينة وهان ومدن صينية أخرى حتى حولها جميعها إلى من يشبه مدن أشباح أغلقت تلك المدن تماما وعزل سكانها منع الدخول إليها والخروج منها وهي تعيش تحت الحجر الصحي منذ الخميس الماضي أولى علامات الفيروس ظهرت أواخر ديسمبر الماضي في وهان ولكن سرعان ما توسع داخل الصين وخارجها حتى وصل إلى أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة ودول أخرى آخر ظهور له سجل في سيرلانكا لمواطنة صينية قدمت من وهان وهي تحمل الفيروس المميت حتى الآن لا يوجد مصل مضاد أو علاج فيما تزداد المخاوف من عدم القدرة على احتواء انتشاره إذ يشير بحث الأمن البيولوجي إلى أن الفيروس القاتل ينتقل من شخص لآخر أثناء فترة حضنته أي قبل ظهور أعراض المرض على المصاب وذلك أمر يزيد من صعوبة احتوائه يعتقد الأطباء أن فترة حضانة المرض قد تمتد إلى 14 يوما ربما يفسر ذلك النمو السريع لأرقام الضحايا التي ارتفعت إلى أكثر من أربعة ألاف شخص حول العالم ويضيف الأطباء أن حامل الفيروس لا يدرك في البداية إصابته بالعدوى مع ذلك فهو قادر على نقله إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص في المتوسط وهو يصيب بدرجة أكبر كبار السن ومن يعانون مشكلات في التنفس قد تبدأ أعرضه بارتفاع درجة حرارة الجسم والإسهال وضيق في التنفس وفي مراحل متقدمة يتحول إلى التهاب رئوي وفشل كلوي قد ينتهي بالموت للمزيد من التفاصيل نرحب بضيفنا عبر الهاتف من الخرطوم مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة السودانية دكتور محمد نقدالله أهلا ومرحبا بك دكتور محمد دكتور يبدو أن الأمور تسير نحو عدم السيطرة على هذا الفيروس هل إيجاد مصر يتطلب المزيد من الوقت حتى يكون العلاج متوفرا مرحبا بك أولا ومرحبا من مشاهدينك الكرام الفيروس كورونا هو بشترك مع بلاقي الفيروسات أي فيروس تاني موجود في العالم في أنه ما في علاج دائم لأي شكل من أشكال الفيروس الإجراءات التي تقوم بها كل الأرصال أو الأدوية أو العلاجات أو الموجودة هي عمرها عن معالجة للأعراض وليست معالجة للمرض نفسه ودفع بالفيروس لأنه يدخل في حالة السكون أو التحوص طيب دكتور من الأمور المخيفة في هذا الفيروس منتشر حول أن هذا الفيروس ينتقل من شخص لآخر قبل أن تظهر على أي شخص علامات أنه مصاب يعني في فترة حضانة هذا المرض لا تكون العلامات ظاهرة على الشخص وينقل هذا الفيروس للآخرين كيف سنقي أنفسنا من هذا الموضوع؟ إجراءات الاحترازية الأساسية الآن في فيروس كورونا موجود في العالم يجب على كل واحد فينا أنه يتجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة أو أي منتجات حيوانية أو التواجد في الأسواق التي فيها تداول بتاع لحوم حيوانات في المناطق التي فيها الوباء أو المغادرة بانتشار الوباء معهزة زي الصين يتجنب الاتصال بأشخاص المنصابين بالأعراض التنفسية إذا تردت لسفر للصين أو سفر لأي دولة فيها الوباء حالياً أو أعلن فيها عبر المناطق الصحة العالمية أنه موجود تتجنب الاتصال بالأشخاص المنصابين بالأعراض التنفسية يفضل أنه إذا ظهرت عليك أي أنواع من الأعراض العراض طبعاً هي تتشابه مع الأنفلونزا والأمراض البرد العادية إذا ظهرت هذه الأعراض أول خطوة أنك تبقى في المنزل وتتجنب الاختباط من آخرين عشرة ما تنقل العدوى للمخالطين من الأسرة أو الجرعات وتطلب الرعاية الصحية فوراً في كل دولة من الدول حالياً في رقم تتصل به لمقدمة الخدمة في سودان مختص بالطبع الوقائي في دول تانية مختص بالرعاية الصحية العساسية حسب الدولة التي موجود فيها الأرقام متوفرة في اليوم يتم التواصل معك مباشرة لنأخذ عين للفحص إذا لم تكن مضطر للسفر في هذه الفترة المناطق أو الدول التي فيها الأعراض أو أعلم فيها موجود كورونا يفضل أنك لا تساعد دكتور في ظل أرقام الإصابات المتزايدة حول العالم هل هناك مخاوف من أن يتحول هذا الفيروس؟ إلى وباء عالمي؟ حتى الآن لم تكن من أصبح العالمية أنه أصبح وباء عالمي تم رفع حالة الحذر وتنبيه اتجاهه خصوصاً أنه فيه حالياً مع الحركة العالمية تحت السفر والاترحل عبر المبارات بك الانتقال بتاع أي مرض ساهل ومتناول للفيروس أنه يتقل من أي دولة أو أي قارة إلى أخر بسهولة نعم رفعت درجة الحذر والتركة الاتباه والمحاذير الاحترازية في كل المظهرات في العالم وكل الأجهزة الصحية العامة العامة في حالة تأخذ بسانباين لكن حتى الآن نحن موصلنا خارج إطار جمهوريس دكتور الفيروس كورونا الجديد هو نسخة مطورة من الفيروس القديم كيف نستطيع احترازياً أن نتقي من عدم تحور هذا الفيروس مرة جديدة لفيروس جديد وفيروس آخر وهل ما شرعه هنا المشكلة أنه ستضل هذه الفيروسات يعني نحن نتكلم حالياً عن ويروس كورونا نسي أو بي المتطور نوبل لا تتطور حالياً قبل كذا كان في سارس وفي كورونا في 2013 و2014 حالي تفضل بقدر ما نحن المناعة تتطور ستتطور مع الفيروسات بقدر ما أنه الناس تجنبت الطرق الطبيعية والأورغاني في أنها تتعامل مع البيئة المحيطة بنا نحن حالياً الإنسان بغير في المناخ وبغير في شكل المنتجات العضوية بكل مئة من المدخلات صحيح حتى الآن في كم مئة من دراسة التأثير بتاع المتجات المصنعة وتأثير على التطور بتاع الفيروس والأمراض الفيروس بتاع كورونا يتطور في الحيوان وينتقل إلينا انتقل إلينا بيسيو مجموعة من الممارسة حتى الحيوان بيعيش في بيئة وبيأكل طعام غير مناسب له حيوانات عشبية احنا بنطعم أعلاق مصنعة فيها مواد زي اللحوم المطحونة أو الأسماك المطحونة وهي أصلا عاشبة هذا لابد يكون عنده ثمن وعنده بار التدخل لمعالجة كاملة محتاج إرادة حقيقية على مستوى العالم ومن المتحة العالمية يمنتخص في ذلك إجراءات واضحة وصارمة وإرشادية لكل العالم على الجميع الذي يلتزم بها لأنه نحن يتكلم عن أخبار ينقدرنا السيطرة اليوم على كورونا فالله أعلم السيطرة على التالي أنا أشكرك شكرا جزيلا مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة السودانية في الخرطوم الدكتور محمد نقضر وصلنا إلى جولة في أهم الأخبار الإقليمية باختصار قوات الأمن العراقية تقتل عراقيان وتصيب عشرات بجروح خلال تفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتحضر بث قنوات محلية قوات حفتر تقصف مناطق في العاصمة الليبية ترابلس وتقتل أربعة أطفال وحكومة الوفاق تعلن إسقاط طائرة مسيرة إماراتية في مصراتة السلطات الدينية المسيحية في لبنان تحث المتظاهرين على إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات الجزائرية باعتقال ومحاكمة ناشطين من الحراك الشعبي بشكل تعصفي رغم وعود الحوار نواب إيرانيون يقدمون مشروع قانون للبرلمان يقضي بانسحاب بلادهم من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تركيا تؤكد أنها ستقوم بالرد على أي هجوم ضد نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب التي تحاول قوات النظام السوري السيطرة عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول أن العنف في منطقة غرب دارفور السودانية أرغم 57 ألف شخص على النزوح خلال الشهر الماضي عرض الكيان السياسي الرئيس للمستوطنين الإسرائيليين خطة السلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تتضمن تأسيس دولة فلسطينية ويعيش أكثر من ستمائة ألف إسرائيلي في مستوطنات متناثرة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها إسرائيل عام 1967 ويرغب الفلسطينيون فيها ضمن دولتهم المستقبلية التقرير التالي يصلط ضوء على ملف الاستيطاني الإسرائيلي والمستوطنات المستوطنات الإسرائيلية هو مصطلح يطلق على التجمعات الاستعمارية اليهودية التي تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل خلال حرب عام 1967 الاحصائية الأخيرة تتحدث عن وجود أكثر من أربعمائة ألف مستوطن في الضفة الغربية وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا في القدس الشرقية يتوزعون على مائة وثلاثين مستوطنة معترفا بها ومسجلة وعشر بؤر استيطانية غير مسجلة حتى الآن غليبيتها في الضفة الغربية تقوم معظم هذه المستوطنات على أنقاض مدن وقرى فلسطينية بعد سلب المباني والأراضي من أهلها الأصليين بالدعاءات وحجج واهية من أبرز هذه المستوطنات مستوطنة موديعين علييت أو كريات سفر تم إنشاؤها عام 1994 أقيمت فوق خمس قرى فلسطينية تقع في منتصف الطريق بين القدس وتل أبيب وتصل من ساحتها إلى نحو خمسة كيلومترات مربعة عام 2008 اعتبرتها السلطات الإسرائيلية مدينة كاملة وليست مجرد مستوطنة حيث وصل عدد سكانها إلى 60 ألف شخص مستوطنة معالي أدوميم تقع في الضفة الغربية على بعد سبعة كيلومترات من مدينة القدس على الطريق السريع رقم واحد الواصل بين القدس وتل أبيب وتبلغ مساحتها تسعة وثلاثين كيلومترا مربعا تقع هذه المستوطنة في موقع استراتيجي في صحاري الخليل بين شمالي وجنوب الضفة الغربية بسبب هذا الموقع يرى الفلسطينيون أن هذه المستوطنة تمثل تهديدا لترابط دولتهم المستقبلية جغرافيا يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة مستوطنة بيتار علييت أسست عام 1985 على أراضي قرية حوسان الفلسطينية بواسطة مجموعة من العائلات اليهودية المنتمية إلى الصهيونية الدينية ومدرسة يشيفا اليهودية تقع في الضفة الغربية وسط جبال الخليل وتبعد حوالي عشرة كيلومترات عن مدينة القدس وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف نسمة مستوطنة أرييل قائمة على أراضي مدينة سلفيتا الفلسطينية وتطلق عليها سلطات الاحتلال اسم عاصمة السامرة هي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية وقد أسست عام 1978 عشية توقيع اتفاق كام ديفيد بين مصر وإسرائيل تبعد عشرين كيلومترا عن الخط الأخضر وتبلغ مساحتها نحو 15 كيلومترا ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة مستوطنة سيديروت تقع شمال قطاع غزة وغرب صحراء النقب تم بناؤها على أراضي بلدة النجد الفلسطينية التي هجر سكانها بالكامل وبدأ تشييدها عام 1951 كمعسكر مؤقت لليهود الكرد والفرس يبلغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة يوجد بالمستوطنة أحد أنظمة القبة الحديدية الموجهة بالليزر والتي تعمل على إسقاط صواريخ القسام التي تطلق عليها إلى المجال الرقمي وآخر ما تدى وله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع محمد سليمان تفضل محمد شكرا جزيلا لك محمد أهلا بكم صفقة القرن وقد جاء موعد الإعلان عنها رسميا بعد أن كانت مادة دسمة للتكهنات أصبحت حديثة المغردين هي من زاوية هدية من لا يملك لمن لا يستحق في مسعى من ترامب لإنقاذ حلفائه وربما يريد أن ينقذ نفسه لذلك سابق الزمن ليعلنها وفي تجاهل ترامب الفلسطينيين والعرب دليل على أعبثية الخطوة الأمريكية ولعلها تكون نكبة جديدة فيما يخيم الصمت على جامعة العرب الصفقة ليست وليدة اليوم والعرب لم يتخذ خطوات استراتيجية للتصدي لها هاشتاغ لا لبسقة القرن يتصدر التداول في كثير من الدول العربية ردا على هذه الصفقة يعيد طلاب فلسطين التذكير بهويتهم الراسخة أثناء طابور الصباح كثرة كلامه وتغريداته تزيد من أخطائه وسهواته وشعبه يتلقفها وينشرها كتسريبات ترامب يواجه طعنة جديدة في مسلسل محاكمته إذ تسرب صوت من عام 2018 له خلال مأدوبة عشاء مع رجال أعمال يستجيب لهم للتخلص من سفيرة بلاده في أوكرانيا بسبب مكافحتها الفساد التصعيد الأخير ضد إدلب لم يبقي لأهلها بقعة آمنة والناشطون يطلقون هاشتاغ إدلب تستصرخكم يا عرب ناشرين صورة تهجير القصري والنزوح ومستنكرين صمت العالم الحضور اقتصر على المطالبة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي الهرب نحو المجهول له ضريبة يدفعها الأطفال والنساء فمن تحت القصف إلى مخيمات الموت أين العرب؟ سؤال لم يمنع من تجديد الدعوات والنداءات لإغاثة المهجرين في فصل الشتاء في فراق معرة النعمام أبيات شعرية ينشدها أحد أبنائها موسيقى 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 تجمع المهنيين السودانيين ينشر بيان يستكمل فيه مسار الفترة الانتقالية التي دخلت شهرها السادس البيان جاء فيه عن أهمية الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي من شأنها إصال أولاة مدنيين من الثوار إلى سدة الحكم في الولايات السودانية في خطوة وجدها البعض تصحيحية لوقف المهازل والاستكمال مسار الثورة بعد حدوث الكثير من الخروقات للوثيقة الدستورية سودانيون تحدثوا عن أهمية الشراكة المدنية العسكرية لترسيخ الديمقراطية شرط أن ينتمي المرشح للثورة والخميس يشهد مليونية لتعيين الولاد بعد أن تجاوزت الوفيات بسبب كورونا المئة صيني جلبة في وسائل الإعلام حول انعدام الثقة بين الشعب والسلطة لأسباب جوهرية نتابعها في المحتوى التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسجد الأقصى بأحذيتهم وثقت ما جرى فاعتقلوها أحوال الأربع مع الزابط ندخلوا بالحذاء عشان يعتقلوا البنة اللي صورت ختم مجالنا الرقمي اليوم عودة اليك محمد شكرا لكم محمد الأمريكية لتجنب ملاحقاتها على خلفية قضايا فساد سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة يقول إن بلاده تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن ليبيا وتأمل بصدوره في أسرع وقت الحكومة البريطانية تعلن أنها ستسمح لشركة هواوية الصينية بدور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة مصرع أحد عشر شخصا جراء انفجار استوانة غاز في مصنع للعطور في مدينة لهور في باكستان القوات الأمريكية تنتشل جثامين جنود قضوا بتحطم طائرة عسكرية في أفغانستان أعلن الطالبان المسؤولية عن إسقاطها منذ سن الطفولة تمسك الإسبانية أنتونيا خيمينيز جيتارة لفلامينغو بين ذراعيها بشغف فهذه الآلة تشكل لها أداة للحرية وتحطم من خلالها حواجز عالم محترف يحتكره الذكور ولدت أنتونيا في عام 1972 في بورتيرو في دي سانتا ماريا في مقاطعة كاديكس التي تعد معقلة لفلامينغو في جنوب إسبانيا ألمان أنها لا تنتمي إلى عائلة غجرية لكنها نشأت مع الغجر قصة أنتونيا هي قصة المجال اليوم الفلامينغو هو وسيلة للحياة نحن موسيقية الفلامينغو مختلفون قليلا عن باقي الموسيقيين لم نتلقى تعليما ممنهجا مثلا أنا تعلمت على عصف البيتار بالطرق التقليدية ولم أذهب إلى المدرسة أبدا نحن لا نتعلم نظرية الموسيقى لذلك نختلف وكذلك نعيش أجواء الفلامينغو على عكس الموسيقيين الكلاسيكيين الصعوبة الأساسية هي ضبط الآلة إنه صعب جدا وبعد ذلك أدركت أن هذه الآلة جزء من عالم ذكوري بالكامل وكانت الصعوبة الأولى هي كسر هذا الحاجز لدخول هذا العالم موسيقى للأسف في وقتنا الحالي ليس من الشائع رؤية امرأة تعزف على الغيتار لكنني متأكدة من أن هذا الأمر سيتغير بشكل جذري لأن هناك جيلا جديدا من النساء الشابات القادمات بكل قوة وأمل أنه قريبا ستتغير الأمور لصالحنا موسيقى بهذا مشاهدين نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه أعلان إدارة ترامب لخطة السلام في الشرق الأوسط اليمن وتطورات المعارك الميدانية قرب صنعاء وإدلب وموجة النزوح بسبب هجوم روسيا والنظام دمتم دائما بخير وفي أمان الله اشتركوا في القناة